السلام عليكم هل هناك استقلالية في قرار البنك المركزي في مصر وإن كان في استقلالية فليه يتأخر في القرارات اللي كان من شأنها تحجيم السوق السوداء وتطوير أو ضبط سوق الصرف في مصر وكمان ضبط الأسواق الأخرى المرتبطة بيتجارة وغيرها هل فيه اعتبارات بيرعيها لأسباب معينة سؤال أهم ما الذي تخفيه أو تعلينه حتى إيه اللي بغطى عليه أو تكشفه تحركات الدولار والجنيه في السوق السوداء هل مصر أمام أزمة أكبر من أزمة السوق السوداء ويجب أن نقلق منها ويهي الأزمة دي تسربتها هي طيب هل اخترقت سوق العملة في مصر ده بقى سؤال يجب أن يصار ويتم الرد عليه بشكل مباشر في حلقة النهاردة بنوصل رسالة وبرده بنقشف كم معلومة وما ينفعش نعمل حلقة ما فيهاش ولو معلومة قد كده جديدة لو ظروفك تسمع حضر لنا 2 شيخ 50 من غير سوق وعشان هيتكلم اقتصاد لأن فيه كم تسريبة من السطور انت هتعرفهم لوحدك عشان تعرف الأسواق رايحة فين وانت معها رايح فين لكن رجاء شوف الحلقة حتى آخرها ومش هتقول عليه لأن الحلقة جزئية كل جزء بيكلم في حاجة تانية خالص مالاش علاقة بالهم أنا محمد أبو عاصي وجاي يخلمك اقتصاد بخمس سينة اقتصاد في البداية حابب أقول لحضراتكم إننا كنا وعدناكم بحلقة عن الباي نيتورك فيها معلومات جديدة تخص البنك المركز المصري وبنوك المنطقة العربية وبالتحديد بنوك الخليج وتونس عندنا معلومات تحصر فيها لكن بنستأذن حضراتكم إن احنا هنزعها خلال الإسبوع ده بعد ما كان مقرر لها إزاعتها النهاردة الأحد نرجع لحلقتنا وخليني أبدأ حلقة النهاردة بمعلومة غاية في الأهمية هقولها لحضراتكم في شكل سؤال ومشيها سؤال هل مصر على اعتاب أزمة مالية ضخمة طاحنة هتكون سبب في إنها تعجز عن شراء مستلزمتها واحتياجاتها أكل وبضايع وسلع أساسية بين قصين استراتيجية من الخارج والحياة اللي عاشها يعني ده سؤال يجب أن تقلق منه ومن إجابته ولما تفكر في إجابة السؤال ده بالتحديد هتلاقي أن ارتفاعات سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء اللي قلب الدنيا في السوق المصري وتسعيره ده أبسط ما يجب أن تخشعه برغم مرارته وتأثيره السيء والمباشر على الأسعار وعلى حيات المواطن وعلى الديون اللي بتتدخم الأزمة أخدت منعاطف تاني حضرتك بس وعشان أجاوب على السؤال ده وأكشف لك حاجات تانية في كلمتين الشارع وأنا عايزين نقولهم للحكوم ما حدش يقدر ينكر كم المشروعات اللي بتنفذ واللي بتخطط لها الحكومة في مصر واللي لسه ما اشتغلتش وتكلمنا عنها هنا في خمس سنة اقتصاد ومؤمنين بيها وبأهمية تكلمنا عنها بالتفصيل احنا ناس معتدلة في فكرها وفي نقضها وحتى في دعمها بس بصراحة لازم أبدأ كلام من عندي الحكوم اللي بكل وضوح بتتجهل مطالب الاقتصادين وتحذيرته ركز انت رايح للحيد هتغبط فيه ده بغض النظر عن ان الحكومة الآن في داخل الحيد الحكومة تتجهل أزمات السوق السوداء وتسعير السلع اللي بتزيد بشكل غير منطقي وغير عقلاني ومش على أساس على فكرة وهروب بعض المستثمرين وتضييع الفرص والحقوق كمان في شباك التجار تحت مسمى السوق الحر في فرق حضرتك بين السوق الحر وكمان تضييق الخناء عليها وفرق بن سوق منضبط عليه رقابة بتقل فيه الشلالية وده اللي قلناها في حلقة رسالة إلى الرئيس التجار هم من يديرون الحكومة الآن حكومة ضعيفة أمام قوة التجار اللي ما عندهمش منطق ولا قواعد في التسعير الحكومة فقد استقت المواطن وشايف انها عايزة تقلبه في رشين عايزة مصلحته اللي هي مصلحة المواطن لكن على المدى البعيد وهي عالم تكمل ويحس بها المواطن ولا لا وفي نفس الوقت متجهل مصلحته الآنية الحالية مفيس ثقة مع الحكومة والشارع برغم انك شغال عند المواطن كحكومة فقدت نقطة الاتصال مع الشارع تجهلت المواطن من حزبتك ولما تكلم المواطن بتكلمه بلغة مصلحتك ولغة ما يفهمهاش أو ما ينفعش تتكلم بيها معاها الكارسة ان حتى لما وزراء الحكومة يطلعوا يدلوا بتصريحات فالتصريحات نفسها مستفزة وبتولع الشارع أكتر دي حكومة بناء بوقصين من أولاد أكتر منها اقتصاد حتى ما فيه زكاء اقتصادي الاستراتيجية اللي طلعت ودي قعدنا نزاكر فيها كلها كلام عايم واتقال قبل كده ولم تنجح في تهديئة الشارع حتى الآن الطريق إلى الاقتصاد والسياسة حضرتك ليس ولا ينبغي أن يكون مفروش بالنواية الحسنة أصبح الشارع بيطالب بإقالة الحكومة المصرية والاقتصاديين اللي هما ما يهمهمش غير الأرقام بيطالبوا برده كنوع من انتصاص غضب الشارع وجزء من الأزمة هيتحلق كده كمان إطالة أمد الحكومة الحالية بيسحب من رصيدها اللي قدمته في المشروعات المهمة اللي بنفذتها بيسحب كمان من رصيد الحكومة اللي جاية اللي محدش هيزبر عليها عشان تحل كمان بيسحب من رصيد القيادة السياسية ده غير إنها وبكل وضوح إطالة أمد الحكومة بيعقد المشكلة أكتر لإن الحلول بتقل وعشان المشاكل بتزيد وبتحصرك من كل اتجاه الحكومة تجهلت الأزمات اللي بتظهر من وقت للتاني وعلامات القدر ومشيها علامات القدر سواء ما يخص مؤشرات وقالات التصنيف الدولية اللي هي مش ثقة أوي لكن في النهاية لازم تاخد بالك منه ومؤشر جيبو مورجا من السندات اللي هتخرج منه مصر آخر الشهر حتى لو كان فيه مؤامرة في المؤشر ده لكن لا ينبغي أن تتجهله وحتى لو كان فيه مؤامرة دولية عليك وعلى اقتصادك نتيجة معادات الغرب مجرد انتمامك للبريكس أو أعلانها صريحة في القاهرة بأنك تبدو ما يحدث على حدودك الشرقية وأي حدود وأنك ترفض تبعط قوتك لليمن وتوتر الملاحة في قناة السويس كمان توطرت بسبب ما يحدث في البحر الأحمر وترجع عائدات الدولارية في قناة السويس وغيرها وأنك تدخل في منافسة وصراع اقتصادي مع جيرانك ببنى مواني ومطارات وتعيد البنية التحتية والطالب بحقك في الطرطة الاقتصادية رجوعك مش ساهل وكمان استباية التصنيع العسكري والكم طيارة العسكرية اللي أعلنت عنهم في معرض إليكس كل دي مؤامرات لإسقاطك عملت إيه انت كحكومة عشان تتفداها كرئيس حكومة بتتكمل مع رئيس الدولة بالإضافة للتوسع في الاقتراض الداخلي وكمان الخريج وقرد السندوق واشترات الثقة وتغير اللهج مصر اقترد الداخليا 2.7 تريليون جنيه من السوق المحلية في 6 شهر توعب الرقم طب مستوعب الفايدة اللي هتتفاحها على الرقم ديون مصر خارجية قفزت 168 مليار طول تقريبا المركزي هيعلي كده الأيام الجاية ده غير إنك هتستدين بشكل مختلف من الأسواع الدولية بعد 31 يناير لإنك هتستدين بفايدة أعلى عشان تجزيب المستثمرين في السندات اللي هي أساسا خطأ ويوفق على شراء سنداتك وإقراضك لأن جيبو مورجان زادت طنبل وقال إن مصر قد لا تفهي بسدات ديونها والتزامتها ودولة مؤشراتها أو مؤشرات المخاطر فيها أعليا سنداتك هتتبع خردة بإقلسها وأعلى فايدة الحكومة تجهلت ملف الدين وتعلم أن هناك فريق يتبع الرئيس مباشرة جاهز لإدارة ملف الدين وتقليصه تحجيمه لأن ده الإنجاز اللي بجد لكنها رفضت إن الفريق ده يشتغل بالتنسيق معها لأن الفريق مش هيكون لها عليه ولاية وهيقفل باب تمويل هي بتجيب منه شغل أو بتجيب منه عائدات أو تمويل والدين مش أزمة الأزمة إنك ما عندكش خطة لتقليصه لأنه قاطم دهرك في 2024 و2025 مصر في حاجة لحكومة حرب في وقت اقتصاد حرب اللي هو اقتصاد مواجهة التحديات الخارجية والداخلية حتى لو فيه أزمات ومؤامرات فمن وجبك كحكومة إنك تواجه كل ده ده دورك أماريك بعندي حكومة قوية إمتى بتظهر وقت الأزمات مش وقت الرخاة وهنا بقى نجري بكوزء التاني من الحلقة وهو استقلالية قرارات البنك المركزي ومؤسسات المالية صمت الحكومة اتنقل بالنص للبنك المركزي يعني مفيش مؤتمر شهري يطلع السيد محافظة البنك المركزي يتكلم عن سياسات البنك ومعوقات الأسواق ويحكي ما يحدث بالسوق السوداء ويطمن المستثمرين والقصة دي كلها دي تصريحات هتؤخذ في عين الإعتبار وتحرك الأسواق وأنا عارف أن ده ضد طبيعة البنك المركزي في أي مكان في العالم مش بيحبوا يتكلموا كتير لأن جيرين باول محافظ الفيدرالي الأمريكي بيطلع يتكلم بجلالة قدره كلمة منه بتريح المستثمرين على وجه الأرض أنت مش عارف يعني محافظ بنك مركزي ده الشخص اللي لازم تسق فيه أكتر من نفسه ببساطة لأنه وظيفته أن يحافظ على قيمة فلوسك ومدخرات فهل محافظين البنوك المركزية في مصر حافظوا على قيمة المدخرات أو مدخرات المواطنين وأموالهم خلال الفترة اللي فاتت؟ من يتحمل مسؤولية انهيار قيمة العمد؟ هل الحكومة اللي تدخلت بشكل واضح على الأرض في قرارات المركزي بتأخرها بإصلاح اقتصادي؟ خذ بالك إن مسؤولية المركزي محاربة التضخم بالشراكة مع الحكوم إدارة سوق الصرف وتنظيم عمل البنوك بدون شراكة مع الحكوم لكن قيمة الجنيه مسؤولية مشتركة مع الحكومة لإن أساسا جزء كبير من قيمة العملة مرتبط بوضوح بقوة الاقتصاد كمان حرب السوق السوداء اللي هي صنيعة حكومية في الأساس اشتدت في عهد الرئيس الأسبق حسن مبارك ووقتها بقت أمر واقع من صنع الحكومة وحلفائها من المستثمرين ورجال الوطني والاتحاد الاشترار البنك المركزي ووقتها تحامل معها إنها حل اقتصاد بإلم من خلالها الدولار اللي بره البنك فهنا الحكومة متورطة بنسبة كبيرة في توفيد أو تقويد المركزي في محاربة السوق السوداء كده اللي بنقوله أو بنقول عليه هيحصله إن الحكومة هتسقط معها أجهزة تانية هتأثر على عملها وده نقطة لازم قيادة السياسية تاخد بالها منها ولازم الأجهزة دي يكون بتعمل باستقلال بعيد عن الحكومة تكامل آه واستقلال في نفس الوقت ويجي هنا سؤال مهم الدولار ليه طلع فوق الستين جنيه وبيروح للاربعة وستين ويرجع مين بيشتروا دولار بستين وأكتر طلع ليه؟ لأن مصر محتاجة دولار ودخل مصر من الدولار قال قرنسويس عبور السفن منها ترجع لأكتر من ثلاثين في المئة بسبب بلتاجة إسرائيل وما هيحدث في البحر الأحمر توقعات ترجع السياحة بسبب بلتاجة إسرائيل برضو فيه 42 مليار دولار حتى الآن ديون وفوايد دين هيدفعهم في 120 إلى 170 مليار دولار فطلتك الاستراضية كاملة وهنا سريعا نرجع لأول الحلقة لما اتكلمنا عن أن مصر ممكن تواجد صعوبة أنها تستورد احتياجاتها من استرعى الأساسية الأكل وخلافه من الخارج وده بدأ يتردد في أقصات الاقتصاديين المسؤولين دي معلومة بتاعتنا وعايز تقرأ الدليل على كده هقولك سعر العيش السياحي اتفع في مصر بالربح جنيه واثنين جنيه ده ملف عام نقوم وده نقطة ما انفعش حد يتكلم فيه ومحدش فعلا يتكلم فيه وده ببساطة لأن وزارة التموين منعت خمس شويلة ديء كانت بتديهم للمكافس كدعمه عشان يقللوا السعر وده لأن حسب تسريبات من داخل وزارة التموين الوزارة سيئة السمعة دي فالدولة بسبب ضغوطها المادية هتقلل استرادها فجأة التجار رفعوا السعر وقال لك ده طن الدقيق زد 8000 جنيه والموضوع ده هيتكرر بالكربو في سلع كتير التجار دلوقتي بيرفعوا الأسعار وبيستعدوا لمعركة يوم السلساء الجاي 23 يناير وعشان يرفعوا الأسعار وهيرفع السعر 10% خلال أيام بسيطة عشان يوازن سعر السلعة بسعر دولار السوق السهلي فهنا فيه أزمة لسه السيد مستشار وزير التموين إبراهيمي عشماوي بيقول اننا هننصدر عقود تحوط في البورصة السلعية وعشان نأمن أو نشتري احتياجات الحكومة والمواطن من السلعة بعيدا عن توترات سعر الصرف انت لسه فاكر تعمل كده سيطة المستشار انت مش قادر تدير بورصة السلع وانت عارف ليه دا حيتان قاعدين ليك حضرتك خذ بالك من النقطة دي حشان مهمة جدا مش كده وبس دا انت لو متابع الحلقة اللي قلنا لك فإحزر 2024 ما كنتش قلت الكلام دا انت مفوض عندك خطة سابقة طيب سؤال مهم مين بيشتري دولار أبو ستين جديد؟ ببساطة البنك المركزي مش هتخسر معها عنده فلوسه المصري زي ورق الكوتشينة كتير فيقدر يحرك السوء السوداء بس مش هو الوحده اللي هيكون سبب في الراطع دي قم المين هقولك التجار ومضاربات التجار وكمان المواطنين خد بالك الصنع عنده دولاره ومكتفي من فترة كبيرة ومعظم وبالأسماء شركات ومصانع مصر كلها مؤسسة شركات أجنبية باعت لها شركتها المحلية هنا ومحولة أو بتتعامل بصفقتها بره بره وتفضل مصر أرض المصنع بس بالنسبة للشركة أو الشركات دي وليهم حساباتهم بره ومغطينها بالدولار ومش محتاج دولار المركزي إلا إنه كان بيتعامل بيه فترة من الفترات لأنه خير وموجود هتللع من جيب ليه أما التاجر فمكتفي بدولاره وبيضارب عليه دولاره بين في البيت وأولين ما تلاقي منهم بيشتري بس بيضاربه عشان يعلي سعر سلعته طب هنغير تجارة ده اللي بيشتروا بيشتروا طب لو اشترى بالسعر الحالي خسران جدا أنا بتكلم عن تاجر الأكل والشرب والحاجات دي كلها لإن أي تاجر وركز معايا بقى في النقطة دي لإن أي تاجر مقسم زبينه درجات عارف كم درجة وكل درجة عارف قدرتها في الشراء لحد فيه وبالتالي هو بيستورد عارف أخره فين في رفع الأسعار تكلفة الاستيراد زي برضو الصانع عارف لحد فين يرفع تكلفة المنتج بتاعه ويسعروا على كام لإن لو أخدته الجراءة ويعلب راحته فالمواطن عند درجة معينة هيمتنع عن الشراء لإن ما فيش حد هيكون معايا تمن السلع أو سلعتك كتاجر فيحصل ليك رقود ما فيش بيئ لمنتجك فتخسر كصانع أو تاجر ما هو الاقتصاد عنده رقابة ذاتية بعيدا عن رقابة الحكومة اللي هي مش متوجدة أصلا وخذ بالحضرتك ده حل من الحلول بس حل مر وانتحار شوية لإن بصراحة الوقت مناسب أولي لأفكار المجنونة إنك كحكومة تلعب على لقطة مهم وهي إنك تدخل اقتصادك من مرحلة الركود بدري بدري فتجر الكل على إنه يقل سعره لإن الكل هيخسر كمان عايز أقول لحضرتك حاجة حتى الآن لو هيكون فيه خطة تعويم مش هتجيب الرقم اللي بيتلم تدوره في السوق السوداء إطلاقا وإلا يعتبر رسمي انهيار عملة أو مش انهيار بمعنى الكلمة لكن انهيار أنت بتضيف دعف العملة أو دعف السعر اللي موجود في البنك المركزي فيه حد كمان بيتعامل في السوق السوداء وهو المختارب المقيم بالخارج الذي لا يسخ بأي حل من الأحوال في الحكومة وهنا عايز أقولك إنك كحكومة لابد أن ترضي المختارب لإنه بكل وضوح الرجل ده أهم مصدر للدولار الأيام القادمة حتى لو اضطرت تقوله تعالى بدل دولارك في البنك بالسعر السوق السوداء لازم تكسب ثقته ودول نصحين آه يدعى عن بلده بس مش على حسابه لأن الحكومة الحالية بتحسب على فواتير الحكومات السابقة وأهم فاتورة تجهلتها الحكومات السابقة والحالية هي فاتورة الثقة تبني ثقة بينك وبين المواطن بتاعك فهنا المواطن اللي انت كحكومة بتتعالى عن إنك تشركه معاك ويكون في حوار بينك وبينه بيمتلك مفتاح مهم لحل أزمتك 72 مليار دولار وأكتر لحجم أموال السوداء الدولار ادنوا مدايع دولارية بسعر أعلى ما انت كده تقترض مع بداية الشهر أو مع شهر فبراير بسعر أعلى ادنوا كمان شهدات استثمار دولارية بسعر أعلى خليه يسحب دولاره لعايد بتاعه بالدولار من غير ما تتدخل معاك يبقى نص العامة وللعامة كله مبادرة العربية تخليها بدون قد أو شرط يدفع مبلغ دولار ويدخل عربية واثنين وثلاثة حتى لو هيتجر فيهم ما انت تجار العربيات ما وقفوش جنبك وبيمار السحية انت عارف بتحميهم ليه ودولارهم أعلى من دولار الكل وعندنا حلقة هنتكلم فيها عن موضوع العربيات دي فيها كوارس لمن اللي فاتوا حصل هنا نرجع للسؤال من المسؤول عن تراجع الجنيه وانهيار قمته وما يحدث في السوق السوداء الحكومة قولا واحدة حتى لو كان السبب ممارسات التجار ومضارباتهم وسعي المواطن أن ياخد أعلى سعر ده سوء ما يكسبه خساره وإحنا هنا برضو بنأكد تاني ما بنلغيش مشروعات الحكومة اللي عملتها والإصلاحات اللي قامت بيها إحنا بنتكلم إن إحنا دايما بنبص للحاجة السلبية عشان نصلحها وأنا هنا مش بقول تعويم لأن التعويم انتحار ما عندكش دولار يغطيك تعاون ما عندكش عواية دولارية تغطيك تعاون بس ممكن كنت تلعب بورقة سعر الصرف المارد اللي هو أبحط لم تتحرق فيه بعد معاون يوم الدولار ب31 يوم الدولار ب32 يوم الدولار ب30 الحركات دي بتهز السوق أعمل لغبطة في السوق من وقت للتاني أنا بتحرك في شريحة معينة مش هاعديها والإسم سعر صرف المارد ما حنا دلوقتي معاومين بس تعاون مدار ماسك الجنيه من تحت الترابيس الحركة دي كان ممكن تنتص عقاة كتير في السوق وتهز من وقت للتاني وضع السوق السوداء لكن حتى دي وقتها عد تيجي الأهم من قطة هل اخترقت سوق العملة في مصر؟ قولا واحدا وحسب ما يتورد إلينا من معلومات آه جايلة نوعية ونوعية وحشة من المستثمرين كنا حذرنا هنا منهم في خمسينة اقتصاد نوعية من المستثمرين الدوليين بين قصين المستثمرين السوداء الدولية واللؤة والفرص ودلهم قصة هنحكيها كمان حلقة واثنين بس قولوا لنا في الكومنتات انتوا عايزين الحلقة دي النوعية دي من المستثمرين بتدخل البلد على مصر الأول تجي للحكومة مستكلة لأزمتها الاقتصادية تشوف احتياجاتها حكومة ايه عايزة ايه تشتري يديها بس بضعف التمن ناحية التانية تشوف احتياجات الأسواق ايه وتشتري برضو بضعف التمن او تبيعلك وبدعف التمن عن ناحية التانية بتتاجر في أزماتك وبتحقق مكاسب رهيب وفي شركات عربية واجنبية وابنوك مركزية عربية واجنبية بتتعامل في السوء السوداء المصرية وبتدخل دولار وبتخلصوا في السوء السوداء بأسعار وسعب وتستسمع وبأعلى سعب لو لاحظت وزارك الداخلية قبضت على تنجار عملة معهم كميات من الدولار المجمل مش والمصور على الدقة والتحريات الأولية بتقول انه وراها مافيا دولية وبالتالي ده سوء شبه مخترق من المستثمرين الأسوأ والمافيا الدولية اللي بتشتغل في الأموال والبنوك المركزية اللي بتشتغل على الفرص فلازم تلحق وإلا الأوضاع ستسوق وده الخطر بعين كمان فيه هناك تجار وكلقموا بتخزين سلع ومنتجات بكميات كبيرة جدا ومع اقترب دخول نفس السلع والمنتجات بسعر الدول المشاركة في البريكس هتخلق ليهم فجوة سعرية لان يتحملوه فقاموا بالاتفاع فيما بينهم بسعر أو بسرعة تصريف المخزون بس بنفس السعر العالي أو نفس سعر دولار السوداء دلوقتي عشان يسبت السعر وصنع حالة من الفزع للمواطنين لهر ولا للشراء حبيت اقول الرأي ده عشان عجبني وفيه شيء كتير من الصح خد بالحضرتك من الناس دي حيث تثبت العسعار كلها يوم الثلاثة الجاية 23 لا أسباب كتير زي ما قلنا واتكلمنا عنها وعشان حتى لما تدخل السلع الجديدة إذا هو غير السعر اللي احنا وصلنا الخلاصة حلقة النهاردة معظمها رسالة لمن يهمه الأمر وسط الناس اللي لازم يوصل وكان معلومة مستخبية بين السطور مصر في حاجة لاقتصاد مرن وحكومة حرب تخطط وتسبق وتكسب وتتكسب في أوقات الأزماء والأهم من كل ده تكسب ثقة المواطن عن طريق إنها تشعر به وما يكونش جيبه هو الطريق الأسهل لحل أزمته ليس من مهام دولة رئيس مجلس الوزراء أو على الأقل في الوقت الحالي إنه يلف بنفسه على المشروعات في الوقت اللي مكانه محجوز على كرس التخطيط وتصيد الفرص وشاشات البرزة أما اللف والتفقد ده شغل الوزراء اللي كتير منهم فشل فهمته فيه أمل آه بس الأمل من كير عمل كبوس أشوفكم على كيرو اشتركوا في القناة